في وقت حرمت فيه مليشي الحوثي أنواع من اللقاحات ومنعت وصولها إلى مستحقها في صنعاء ومناطق سيطرتها تحت حجج واهية سارعت مؤخرا إلى نهب الأموال المقدمة من المنظمات الدولية الخاصة بالصحة والتي تقدم لتنفيذ حملات تحصين بإشراف من مكاتب الصحة وباتها قضاع الصحة وكرا للفساد والنهب والعبث وتقع الأموال المخصصة لحملات اللقاحات بيد قيادات المليشيا التي تنهب ملايين الريالات من المبالغ المخصصة لحملات التحصين وفي ضليعة تلك القيادات وزير الصحة المعين من المليشيا ومدراء مكاتب الصحة عمليات فساد واختلاس تمارسها المليشيا في كل حملات اللقاحات التي تأتي بتمويل دولي حيث تعمل عن نهب المبالغ المخصصة للفرق الميدانية وتخصص مبالغ مهولة لمشرفين والقيادات التابعة لها فيما أخرى تذهب إلى أسماء وهمية وكانت مليشيا الحوثي خلال الشهر الماضي نهبت أكثر من سبعين منشأة دوائية في صنع عن ضريق التهبش والسرقة العلنية للمنشأات الصيدلانية ومصادرة كميات كبيرة من الأدوية وليزال القطاع الصحي في مناطق صيدرة المليشيا الحوثية يعاني من عمليات تدمير وعبث وابتزاز منظمة وتذكر حصائيات حتى نهاية العام 2020 بأن المليشيا وعبر عصاباتها المسلحة أغلقت ما يزيد عن مائتين وثلاث منشآت دوائية في العاصمة صنعها منها مائة وسبعين صيدلية وخمسة وعشرين شركة دوائية وثمانية مخازن للأدوية اشتركوا في القناة